موسيقى اليوم اجينا نحن بجامعتنا واحتجينا لنوصل الرسالة انه نحن جامعتنا مأيدينا ومعترف عليها بتركيا وبعدد دول وبالنسبة لطلاب النظام اللي بدون يروح يأضموا عند النظام هنن استعملوا حجات غير معترف عليها بالعكس معترف عليها اكتر من شهادة النظام لانه نحن عنا هون اذا انت بدك تروح تقدم المناطق المحررة عند النظام فانت عم تأيد انسان مجرم عم تأيد الناس مجرمة واذا انت رحت انت ضميرك ميت لانه انت ما شفت اللي صار فينا هون بإدلب وهي الشغلة الشغلة الثانية اذا انت بدك تكون بالمحرر وقلبك عند النظام روح عيش عند النظام لان نظامك ما خلانا نعيش عنده هجرنا من الشام والغوطة ودرعة وعدة محافظات ومرضي لانه نحن معارضين شغله والمجرم ورسالة تانية انه نحن مدام هو عمل مراسم استقبال لهو الطلاب الطالعين من ادلب لش ما بيطالع المعتقلين من سجونه في مئات الطلاب المعتقلون بسجونه لش ما بيطالعهم لش عم يعمل هاي الاعلام الاعلامات الكاذبة بنعرف كل لياتنا انه اعلامه كاذب ومنعرف انه هو لا بده استقبال طلاب ولا شي هو بده يفرشي بس امام العالم الرأي العام بهمه فقط الرأي العام كورقة سياسية عم استخدمه الان في قانون قيصر اكيد عم يستخدمه لقانون قيصر انه هو انه هو ما قلبه مع المحرر بس هن ارهابيين الموجودين لا نحن مان ارهابيين انت الارهابي يا بشار الاسد ورسالتي اليك انه اليك يوم ان شاء الله نحن باقيين هون ونحن نجيل عندك حتى لو راحت كل المناطق ما بيكسر المهم نحن ما رضينا نقعد عندك وارضينا نقعد بمحافظاتك مسيطر عليها انت واتباعك رحمة الله وبركاته ومن امام كل التربية اليوم نحن بالوقف الاحتجاجية ندين ونستنكر ادعاة النظام الروس انه 25 الف طالب بكالوريا وتاسع التحقوا من منطقة ادلب هذا الكلام عاري عن الصحة ومنفي عداد الطلاب اللي التحقوا بمناطق سيطرة النظام بالعشرات بدنا نوجه رسالة للمجتمع الدولي بالنسبة لمنحة التعليم اللي عبتدخل الداخل السوري للاسف عبتروح هاي المنحة لمناطق النظام النظام عب يشتري فيها صواريخ واسلاح ويقصف المدارس والجامعة وهي جامعة كلية التربية خلفي بتشوفه بعينكن هاي كلية قصف النظام بشكل مباشر بصواريخ ارتجاجية تمام قصف لا يقتل الطلاب لا يقتل العلم والتعليم بالمناطق المحررة فيه 20 الف طالب جامع بالمناطق المحررة موجودين بكافة الاختصاصات والافروح نحن مستمرين بالتعليم مستحيل نرجع نلتحق بنظام قتل من الاهنة مليون سوري هذا النظام قصف 4000 مدرسة ودمرها بشكل مباشر 1200 مدرسة عملوا المعتقلات فنحن كيف نلتحق بهذا النظام؟ من هذا المكان نوجه رسالة المجتمع الدولي الإحصائيات العبير فان نظام إحصائيات كاذبة نحن في المناطق المحررة ما رح نخضع ولا نرجع لعلم وتعليم النظام جينا اليوم لحتى نطلع ضد النظام المجرم يدعي انه هو راعة التعليم يحول 1200 مدرسة لمعتقلات ودمر 4000 مدرسة بشكل كله وبشكل جزئي ونحن هون بالمناطق المحررة في عنا 40 ألف طالب جامعي في كل جامعات المحرر وفي عنا 24 ألف طالب بين بديقات مع الشهادة السنوية والشهادة الإعدادي ترجمة نانسي قنقر